في قرار مفاجئ أعلنت الحكومة العراقية زيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 30% للبنزين على الأكتان وذلك في إطار خطة كما تقول اتخذت الحكومة للحد من الاختناقات المرورية في المحافظات وعلى رأسها بغداد التي تتواجد فيها أكثر من أربعة ملايين سيارة بينما تبلغ القدرة الاستيعابية لشوارعها أربعمائة ألف سيارة فقط سائقي السيارات هم الأكثر تضررا من قرار رفع أسعار الوقود رفع سعر الوقود أثر عليك طبعا هذا القرار صور رفع سعر لترق بوانزين غير صعب وخصنا في شهر رمضان عالم سيارة أمريكية وجي تي آي لا أستطيع أن يدير إلا محسن وسعر المحسن بـ 850 يعني أنا سنضرب هذا الشهر إذن قرار وإن لم يطبق إلى الآن وأن تطبيقه سيبدأ بداية الشهر المقبل لكن بوادر الغضب باتت واضحة على العراقيين هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية نيسان المقبل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل ومعها أسعار السلع والمواد الغذائية لنسأل أبو نور ارتفاع هذه الأسعار طبعا أسعار الوقود سيؤدي لارتفاع أسعار السلع؟ 100% سيؤدي لارتفاع أسعار والأسعار اللقور سيؤدي لارتفاع كل المواد سيؤدي لارتفاع كل شي مرتبطة بالبنزين والبنزين لا تسعد المواد سيؤدي لارتفاع على هذه الأسعار قبل تطبيق هذا القرار أو دخوله حيز التنفيذ بالفعل بدأت أسعار السلع والمواد الغذائية ترتفع بشكل كبير هنا في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية رفع أسعار الوقود له علاقة بخطة وضعتها وزارة النفط العراقية تقضي هذه الخطة بوضع سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين بعد تشغيل عدد من مصافي التكرير المحلية حيث انخفضت كميات استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر في اليوم الواحد بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر يوميا من بغداد منتظر رشيد العربية